الرسالة التي بين يدي من العراق وتحديدا من العاصمة بغداد من الأخ العزيز الفاضل أبو عبد الأعلى بتاريخ 8-9-2023 ميلادي الأسئلة عديدة السؤال الأول ما هي شروط وموارد تطبيق القاعدة المستقات من حديثهم عليهم السلام القائلة الصواب في خلافهم في خلاف سقيفة بني ساعد بتفارعها هذا هو المراد الصواب في خلافهم في خلاف سقيفة بني ساعد الصواب في خلافهم أو خذ بما خالف القوم أو ما وافق القوم فاشتنبه وغيره مما يؤدي نفس المعنى فكما معلوم أنه لا يمكن العمل على إطلاق هذه الأحاديث لوجود مواطن كثيرة هي محل اتفاق مع المخالفين سواء على مستوى الفقه أو العقيد إذن ما هذه الموارد التي تشملها هذه الأحاديث وكيف يتم تشخيص أن هذا الموضوع من مواردها وذاك ليس منها موضوع مهم وسؤال مهم جدا وهذه المسألة فيها لبس كثير لبس كثير وما كتبه مراجع النجث وكربلاء بخصوص هذا الموضوع فهذا الموضوع من مباحث علم أصول الفقه والذي يقع تحت عنوان تعارض الأدلة ما كتبوه شيء بعيد جدا عن روح دين العترة الطاهرة عندنا مجموعة من الأحاديث ليست كثيرة جدا مجموعة من الأحاديث تناولت هذا الموضوع إذا احتشت إليها سأقرأ منها جئت بمصادر هذه الأحاديث لا أريد أن أقرأها لأن الروايات التي تشتمل على هذا المضمون تشتمل على مضامين أخرى وسأضطر إلى شرحها لأن الأحاديث لن تكون واضحة إلا بشرحها في جميع جهاتها وهذا سيخرجني عن الإجاز في الجواب ويخرجني أيضا عن الحديث عن الموضوع نفسه لأن ني سأدخل في تشقيق للمسائل وهذا ما لا أريد أن أقع فيه إذا احتشت إلى قراءة هذه الروايات فهذه المصادر الكافي في جزئه الأول وسائل الشيعة في الجزء السابع والعشرين من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة مستدرك الوسائل للحر العاملي في الجزء السابع عشر من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة وهناك مصادر أخرى لكن المصادر الأهم هي هذه عندنا مجموعة من الروايات والأحاديث تتناول هذه المسألة إذا ما كان هناك من حديثين أو أكثر وقع الاختلاف في مضمونهما بحسب ما نقل الرواة وهكذا يبدو من قراءة تلك الأحاديث فجاء في تلك الروايات بعض الحلول لكي يتخلص الشيعي من هذه المشكلة أحد هذه الحلول أن نترك الأحاديث التي تأتي موافقة لسقيفة بني ساعد وتفاريعها للمخالفين الذين خالفوا دين العترة الطاهرة هذا هذا هو المعنى الإجمال وهي تدور في مضمونين المضمون الأول حينما نكون في مرافعة قضائية عند فقيهين من فقهاء الشيعة الحديث عن زمان الغيبة اختلف شيعيان في أمر من أمور حياتهم المالية التجارية اختلف في دين في ميراث في أي شأن من الشؤون وترافع إلى فقيهين من فقهاء الشيعة وكل فقيه نقل حديثا عن العترة الطاهرة والحديثان مختلفان فماذا يفعل هذان الشيعيان يتركان الحديث الذي يأتي موافقا للمخالفين ويعملان بالحديث الذي يخالف منهج المخالفين هذا المضمون الأول والمضمون الثاني جاء في روايات تتحدث عن اختلاف الحديثين بشكل عام ليس في ساحة القضاء وإنما بشكل عام إذن عندنا مجموعة من الأحاديث ومن الروايات وضعت لنا حلولا للتخلص من الاختلاف بين الأحاديث التي تأتي مروية عن العترة الطاهرة أحد هذه الحلول أن نعمل بهذه القاعدة من أن الصواب من أن الرشاد في خلافهم في خلاف سقيفة بني ساعد وهذا تارة يكون في الشأن القضائي حينما يختلف القضاة وتارة يكون في الشأن العلمي في الشأن الفتوائي حينما تختلف الأحاديث هذه خلاصة خلاصة للمطلب وهنا دخل مراجع الشيعة وبدأوا ينظرون وبدأوا يقولون ما يقولون ولا شأن لي بكل ما يقولون سأجيب من حيث فهمي من حيث أفهم ولا شأن لي بما قالوا ولا شأن لي بما ينتشر في الأوساط الشيعية الذي ينتشر في الأوساط الشيعية بخصوص هذا الموضوع إنني أكفر به ولا علاقة لي به إنما أقول هكذا هذه القاعدة لحالات استثنائية إذا ما سبرت قرآنهم وحديثهم فإنني أجد ما يلي إذا كان الفقيه مفهما لا يحتاج للعمل بها مطلقا لأنه يستطيع أن يميز الأحاديث المختلفة ويستطيع أن يتعامل معها بالأسلوب الصحيح لأن القاعدة هذه لا تكشف عن علم واقعي هذه القاعدة تمثل حلا لمشكلة لا يستطيع الشيعي أن يتجاوزها إذا كان الفقيه مفهما مثل ما حدثونا عن أن فقهاء العترة مفهمون فإن لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث عند الشيعة والذين والذين يحسبون عند الشيعة فقهاء الأئمة لا يعدونهم فقهاء فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها لا يعدونه فقيها حتى يكون محدثا فلما فلما سألوا إمامنا الصادقة صلوات الله عليه أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث إذا كان الفقيه بهذا المستوى كان فقيها مفهما فهو لا يحتاج للعمل بهذه القاعدة هذه القاعدة تمثل حلا لمشكلة في بعض الحالات الاستثنائية وليست أصلا عاما نعمل بها في جميع الأحوال إذن الفقيه المفهم لا يعمل بها لا يحتاجها لأنه سيفهم الأحاديث ومجاريها وسيشخص التحريف في الأحاديث وسيعرف من أن الأحاديث المختلفة كل حديث له جهته وله توجيهه هذا أولا أنا أتحدث في نظرية الموضوع ثانيا إذا كان الفقيه عارفا بمعاريض كلامه الفقيه المفهم هذا مستوى انتهينا من الحديث عنه ننتقل إلى مستوى ثاني إذا كان الفقيه عارفا بمعاريض كلامهم وهم الذين قالوا لنا من أننا لن نكون فقهاء حتى نعرف معاريض كلامهم ومن أنهم يتكلمون الكلمة على سبعين وجه ولهم من جميعها المخرج إنها معاريض الكلام الفقيه الملم بمعاريض الكلام لا تهجم عليه اللوابس في اختلاف الأحاديث لأنه سيصنف الأحاديث ويضع كل حديث في خانته في الاتجاه المناسب له وحينئذ لا يحتاج أن يعمل بهذه القاعدة إذن الفقيه المفهم لا يحتاج هذا هذا المستوى الأعلى من فقهاء العترة الفقيه العارف والملم بمعاريض كلامهم لا يحتاجها لأنه يعرف أسرار الاختلاف إذا كان الاختلاف من كلامهم وإذا كان الاختلاف من الرواة يميزه أيضا المستوى الثالث إذا كان الفقيه موسوعيا ملما بمعارف الكتاب والعترة بحسب حديث الثقلين فإن التمسك بالكتاب وحديث العترة يقود الفقيه إلى الهدى هذا ضمان من رسول الله ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا هنا حينما قسمت المراتبة فقيه مفهم فقيه عارف بمعاريض الكلام فقيه موسوعي محيط بمعارف الكتاب والعترة أنا هنا لا أضع مرتبة أولى وثانية وثالثة هذه المراتب قد تكون متداخلة في بعض الأحيان فإن الفقيه المفهم عارف بمعاريض الكلام وسيكون موسوعيا أيضا لكن الفقهاء الموسوعيين قطعا تختلف دائرة موسوعيتهم أعرف منازل شيعتنا عندنا أعرف منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا هذه هي الموسوعية التي أتحدث عنها هذه المراتب قد تتداخل فيما بينها وقد تتفكك في بعض الحالات لكن الحديث من نهايته إذا كان الفقيه مفهما لا يعمل بهذه القاعدة لأن العمل بهذه القاعدة لن يقود في جميع الحالات إلى ما يريده الإمام المعصوم قد يقول قائل من أن الإمام هو الذي أمر بهذا صحيح هذا لكن الإمام حينما أمر بهذا نظر إلى جهتين نظر إلى جهة حل المشكلة هناك مشكلة لا بد من حل لها نظر إلى حل المشكلة فإن الشيعية في مواجهة حديثين مختلفين ونظر إلى جهة ثانية وهي جهة عقائدية ولها الأولوية في نظر المعصوم إنها البراءة الفكرية وهي أهم مراتب البراءة هناك البراءة الفكرية البراءة العلمية البراءة العقائدية قولوا ما شئتم البراءة الفكرية وهناك وهناك البراءة العاطفية وهناك البراءة الفعلية العملية وهناك البراءة القولية أهم أركان البراءة هذه البراءة الفكرية قد تكون النتيجة ليست صحيحة بالعمل بهذه القاعدة بالنسبة للذين يعملون بها لكنهم يصيبون الجهة العقائدية إنهم يخالفون سقيفة بني ساعد هذا أمر أساسي ضروري مهم له آثاره النفسية وآثاره العملية على أرض الواقع الفقيه المفهم لا يحتاجها ولا يعمل بها الفقيه الملم والعارف بمعاريض كلامهم لا يحتاجها لأنه يعرف أسرار اختلاف الأحاديث الفقيه الموسوعي الجامع بين معارف الكتاب والعترة الطاهرة إنه يميز الأحاديث يعرف أحاديث التقية فستصبح معزولة يعرف أحاديث المدارات فستصبح معزولة يعرف أحاديث المخالفين الأحاديث التي تأتي وفقا لما يريده المخالفون هذه الأحاديث ستكون معزولة ما إن ينظر إليها فإنه سيشخصها لا يقع في مشكلة الاختلاف بين الأحاديث وإذا ما افترضنا أنه وقع في هذه المشكلة إذا ما افترضنا فعنده حلول أخرى حلول أخرى غير هذه القاعدة نذهب إلى فاصل أقول للأخ العزيز أبو عبد الأعلى الذي يسأل هذا السؤال أقرب لك الفكرة بمثال وليس بالضرورة أن تتفق معي فيما أقول لكنني أنا الذي سئلت وأنا الذي أجيب حينما أستنبط العقيدة السليمة على سبيل على سبيل المثال ما وضعته في مجموعة حلقات من برنامج الخاتمة مجموعة حلقات أعرف إمامك أتحدث عن نفسي هذه العقيدة هي التي أعتقدها وهي حاضرة في ذهني بتفاصيلها بسبب هذه العقيدة فإن كثيرا من الأحاديث أضعها جانبا لأنها تتعارض مع هذه الأصول العقائدية التي قد أخذتها من معارف الكتاب والعطرة وهي أصول بالنسبة لي ما يعارضها من الأحاديث أضعه جانبا على سبيل المثال إنني أعتقد أن الدين له أصل واحد فأي حديث أية رواية تعارض هذا المضمون أضعها جانبا إنني أعتقد أن فاطمة إمام وهي من أئمة الأئمة أئمة الأئمة ثلاثة محمد وعلي وفاطمة فكل حديث يتعارض مع هذا المضمون أضعه جانبا إنني 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 ما ذكرت من تفاصيلي العقيدة السليمة بحسب ما أعتقد في مجموعة حلقات أعرف إمامك من خلالها أتمكن من فلترة أعداد هائلة من الأحاديث لأنها تتعارض مع هذه العقيدة ثانيا من خلالي معرفتي بتفسير العترة لقرآنها لكثرة ممارسة وانشغالي وقراءتي وحفظي ومعايشتي لأحاديث تفسيرهم لقرآنهم تحولت الأحاديث عندي إلى حالة تمثل جزءا من طبيعة النفسية فحينما أفتح المصحف مضامين الأحاديث تسبقني قبل أن أقرأ الآيات بسبب هذا فإن أعدادا هائلة من الأحاديث ما إن أنظر إليها فإنني أجدها تتعارض مع مضامين الآيات أضعها جانبا إلى بقية التفاصيل الأخرى التي تستند إلى خبرة طويلة مع أحاديث العترة الطاهرة أنا أثق بخبرتي ولا أطلب من الآخرين أن يثقوا بخبرتي إنما جئتكم بمثال عملي من الآخرين لست مرتاحا أن أتحدث عن نفسي بهذه الطريقة لكنني أريد أن أقرب الفكرة كي تتضح الصورة في هذا الجواب الذي أجيب به من خلال الممارسة الطويلة ومن خلال الخبرة المتراكمة في أجواء معارف الكتاب والعترة فإنني لا أحتاج إلى تحقيق في الأحاديث ولا أحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة أصلا وإذا ما تحدثت بها في بعض الأحيان فلأن الجاري في الحديث أن يتحدث في بعض الموضوعات وفقا لهذه القاعدة أما فيما بيني وبين نفسي فإنني لا أحتاجها ولا أطبقها ولا أعمل بها لأن أحاديث التقية واضحة عندي ولأن أحاديث المدارات واضحة عندي أتكلم عن نفسي ولا أفرض هذا على أحد فأنا أعتمد على خبرتي وأنا أعرف من غيري بخبرتي وتجربتي وعملي وتخصصي إنني أعرف أحاديث التقية وأعرف أحاديث المدارات وأعرف الأحاديث المحرفة وأعرف الأحاديث التي تتعارض مع الآيات وأعرف سيرة الأئمة بكل تفاصيلها فحينما يأتي حديث يخالف سيرتهم أشخصه من أول نظرة ولأول وهلة فلا أحتاج هذه القاعدة وهذا هو الذي تحدثت عنه قبل قليل هناك فقيه مفهم ولا أريد أن أعد نفسي تحت هذا العنوان الفقيه المفهم لا يحتاج هذه القاعدة ولا يعمل بها أصلاً لا يجوز له أن يعمل بها لأنها لا تؤدي دائماً إلى القول الصحيح الفقيه العالم بمعارض كلامهم كذلك لا يعمل بها ولا يجوز له أن يعمل بها لأنه عارف بأسرار اختلاف الأحاديث الفقيه الموسوعي الذي عنده إلمام بمعارف قرآنهم وأحاديثهم لا يحتاجها لأن الأحاديث مميزة عنده مشخصة عنده يضع كل حديث في خانته وإذا وقع في مشكلة كهذه على فرض أنه قد وقع فهناك حلول أخرى حلول أخرى يمتلكها هذا الفقيه تقوده إلى الموقف الصحيح أما هذا الهراء الموجود في علم أصول الفقه عند مراجع النجف وكربلاء فهذا هراءهم له وأنا لا أتحدث وفقا لهرائهم إنني أتحدث وفقا لمعارف الكتاب والعترة الطاهرة لكن قد يقول قائل الذي ما هو كذلك الشيعي الذي لا يتصف بهذه المواصفات أين يستعمل هذه القاعدة يستعمل هذه القاعدة في موارد الترافع إلى أكثر من قاض وأعتقد أن هذا لا وجود له في الواقع العملي للشيعة فشيعة لا يترافعون إلى أكثر من قاض هذا إذا ما ترافعوا وإنما يترافعون إلى المحاكم ودوائر القضاء الحكومي فهذا الجزء وهو الجزء الأهم لتطبيق هذه القاعدة لا وجود له على أرض الواقع يبقى الجزء الثاني الأحاديث المختلفة فإنها الأحاديث التي ترتبط بمسألة الولاية والبراءة وأعتقد أن الأمر واضح بالنسبة للشيعي إذا كانت عقيدته قد بنيت على الولاية والبراءة الصحيحتين فإنه من دون أن يعمل بهذه القاعدة يستطيع أن يميز الأحاديث التي تتعارض مع عقيدة الولاية والبراءة ولكن إذا ما وقع في مشكلة كهذه فإنه يعمل بهذه القاعدة مع أن الأمر سيكون واضحا إذا كنا نتحدث عن أحاديث الولاية والبراءة في الأحاديث الفتوائية فإن الأحاديث الفتوائية مشكلتها محلولة لأن الأئمة خيروا الشيعة بالعمل بتلك الأحاديث فهم مخيرون إلا إذا وجدت مسألة بالنسبة للشيعي الذي يواجه الأحاديث المختلفة عنده قطع بأن أحد الحديثين لا علاقة له بدين العترة وإنما هو مخالف لدين العترة لكنه لا يدري هل هو من حديث المخالفين أو لا إذا كان يدري فلا محل لتطبيق القاعدة إذا كان داريا بأن الحديث هذا من حديث المخالفين فإنه سيضعه جانبا من حديث المخالفين إما هو من حديث المخالفين ونسبه الرواة إلى الأئمة أو أن الأئمة ذكروا مضمونا على سبيل التقية يتناسب مع ما يذهب إليه المخالفون إذا كانت هناك من حيرة فإن القاعدة تطبق في مثل هذه الحالات مساحة ضيقة تطبق فيها هذه القاعدة هذا اللغط الكثير حول هذه القاعدة في الأوساط الشيعية ناشئ من جهلهم بثقافة العترة الطاهرة وناشئ من أنهم مشبعون بالثقافة الطوسية اللعينة مراجع النجف غاطسون في الفكر الناصبي إلى أمهات رؤوسهم ولكنهم يسرون على هذه القاعدة لأجل تنقية الفقه الشيعي من الفقه الناصبي هم غاطسون إلى أمهات رؤوسهم عقيدتهم ناصبية ثقافتهم ناصبية تفسيرهم للقرآن ناصبي كل القواعد والأصول التي يعملون بها جاءون بها من النواصب يصلون إلى هذه النقطة ويجعلونها أساسية إلى حد بعيد كذابون هؤلاء جهال هؤلاء القضية ليست كذلك هذه قاعدة مساحتها ضيقة جدا ولحالات استثنائية الفقهاء المفهمون أصلا لا يجوز لهم أن يعملوا بها لأنهم يستطيعون أن يصل إلى الحقيقة من خلال ما فهموا به الفقهاء العارفون بمعارض كلام الأئمة لا يحتاجون هذه ولا يجوز لهم أن يعملوا بها الفقهاء الموسوعيون الذين يلمون بمعارف الكتاب والعترة يستطيعون أن يميز الأعاديث إنما هي مشكلة الشيعي الذي لا يتصف بهذه المواصفات إذا كان يريد أن يتعامل مع الأحادي وإلا فهذه قاعدة مساحتها ضيقة جدا تمثل حلا لمشكلة وليس بالضرورة أن الذي يعمل بها فإنه سيصيب الأمر الذي يريده الإمام المعصوم إنما يصيب الجهة العقائدية من جهة البراءة من سقيفة بني ساعد قطعاً هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر لكنني على عجلة من أمري ولذا أوجز في الأجوب نذهب إلى فاصل لكي أمري